عايزة وانت بتتكلم عشان دايما مش بنسى الحفلة بتاعت أنغام في العالمين وقات إيه الحفلة كانت مبهجة وجميلة والأركسترا الكبير والدي والحلو اللي ما بينك وبين أنغام ليه الناس بقت بتحس بيه قوي يعني الناس بقت عارفة انه أنغام هتغني المايسترو حيبقى هني فرحات وبقى فيه كده يعني نجومية حلوة ما بينكوا عن مصرح أنغام عشرة عمري من وانا عندي 13 سنة هي درسة نفس دراستي مثقفة نفس ثقافتي درست كلاسيك زي ما درست وهي كملت كمان موسيقى عربية نشارك في ثلاث تربع تاريخها الموسيقي يعني ففيه تبادل وراحة وحب للمزيكة وذكريات يعني لما بطلع معها حفلة نلعب مثلا ونتعرفها بي أو عمري معاك أو قلبك الأغانية دي احنا سجلناها 2002 صحيح فبيجي قدام عينك الشريط التاريخ كله سنتا قلت مرة أنه أغانية أنغام قدرت أنت تطلع منها تطور كتير في الموسيقى وفي الرؤية ليه قلت التصريح دا؟ لا أنا يمكن قلت أن أنغام عندها طريق عندها ستايل عندها هدف من ساعة ما طلعت لغاية النهاردة في الكلمة اللي بتختارها وفي اللحن اللي بتختاره بس هي متطورة جدا جدا ومنفتحة جدا أنها عايز تعمل كل أنواع الموسيقى المودرن وتعمل جاز وتعمل باب وتعمل راكوة فده بيديك أنت تنوع كبير عن مصر حرية عظيمة ولما يبقى في حد وثق يقولك لو سمحتي اعملي يعني اعملي كل اللي أنت نفسك في يعني افريدي عضلاتك فأنت بتبقي كمان مسترياحة كواليس العالمين كانت عاملة ازاي؟ العالمين أنا وصلت يعني هقولك السر أنا وصلت يوم حفلة العالمين الساعة ستة ونصف كنت جاي من لندن لأن أنا كان قابليها عندي حفلة سعس محمد عبدو في لندن فوصلت ستة ونصف المغرب كده وطلعت من المطار على الساحل على طول طبعا كان الأركستر موجود في العالمين عملوا بروفة صوت وعملوا بروفة مع أنغام وكل حاجة وروحت يا دوبك لمست البدلة في العربية وطلعنا على المسرح بس هي زي ما أنت زي ما كنا بتتكلم مع حضرتك العالمين أنت بتخشي بتلاقي نفسك فرحولة بتلاقي نفسك أنا هو أنا اللذيذ قوي ليها إيه السعادة دي؟ هي مدينة سهل عموماً مدينة بتخشيها بتبقي سعيدة عندك طاقة إيجابية عظيمة وحالة جديدة صحيح فهي البحر بحرينة والفن فنينة والجمور جمورنا كل حاجة فأنت بتتأثري بالمناخ يعني أنت لما تخشي في مكان كله طاقة إيجابية بالمنظر ده فأنت لوحدك كمان أنت بتطلعي كمان طاقة إيجابية عظيمة وتستمتعي أكيد وتفاعل الناس كمان معيكي وان تو وان كده التفاعل كان رائع